اول حاجة هتفتح البشرة جدا هتشيل اي رؤوس صودة من البشرة مع الاستمرار اي حاجة مع الاستمرار هتبقى النتيجة بتاعتها احسن بكتير هيا بنات عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي لتفتيح البشرة باتنين متكون بس موجودين في البيت عمدنا عايز اقولك الاتنين المتكون دوت نتيجة هيلة قوي النتيجة بتاعتهم هتعجبك جدا جدا فوق ما تتخيلي اول حاجة هتفتح البشرة جدا هتشيل اي رؤوس صودة من البشرة مع الاستمرار اي حاجة مع الاستمرار هتبقى النتيجة بتاعتها احسن بكتير هتطول عليكم يلا نشوف ايه اللي اتنين المتكون اللي دول اللي موجودين عندنا في البيت واحنا مش عارفينه وبيخلي البشرة حلوة قوي بتفتح البشرة ومع الاستمرار هتخلي بشرتك صفية جدا 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 اول حاجة هنجيب البن البن دوت اللي احنا اللي بيت عمل بيه القهوة عادي اللي احنا كلنا بنشربه البن الناعم مش الخشن عشان يبقى كويس على بشرتنا ما يخليش بشرتنا فيها حساسية او كده هنجيب معلقة كبيرة من البن هنضيف عليها تلات معالق من اللبن وتقلي بهم كويس جدا لغاية ما يبقى كده زي ماسك ماسك على البشرة القوام متاع كويس انتي بنظر عينك هتعرفي اللي هو مناسب جدا لقتيه خفيف شوية ممكن تضيف عليه شوية بن يعني معلقة بن كبيرة وتلات معالق كبار من الحليب وممكن كمان تضيفي له عليه معلقة صغيرة من من اللبن البودر تمام مفيش لبن بودر خالص احنا بالمكونين دول نستخدمه انا نفسي باستخدمه بالبن وباللبن وباللبن السيب عادي لو عندي يعني لو عندي متاح باضيف عليه اول حاجة هنضيف البن بعدين هنضيف التلات معالق من اللبن واول تبقى التماسك بتاعه كويس هحطه على بشرتي وهسيبه المدة عشرين دقيقة هتسيبه المدة عشرين دقيقة واول ما تحسي لهوانيشف على بشرتك هتقشريه بحركة دائرية كده على بشرتك بحركة دائرية يعني هتبقى بالراحة على البشرة بتاعتك عشان بحركة بتاعتك ما يحصل لاش اي ازأ او اي حاجة وبحركة دائرية في جميع بشرتك وبعدين اخسلي اوشك بالمية اوشوفي النتيجة الطريقة ديت هتعجبك جدا 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 من احسن الطرق اللي انا بستخدمها الطريقة دي ممكن تستخدميها مرتين في الاسبوع مثلا اول الاسبوع او اخر الاسبوع وهتجيب معاكو هتجيب معاكو يعني هتجيب معاكو نتيجة من اول مرة يا ربي يكون الفيديو عجبكو والوصف هتعجبكو بازن الله باي باي